السلام عليكم ورحمة الله معكم البشوانوس علي الرسمي وهنكمل كلامنا على اهم الفنيات في التعامل مع شاشات متسو بيش اتش ام اوي اتكلمنا في فيديو قبل كده عن ازاي اعمل الارم باستخدام الارم تيمبلت جهزة ووفرلاب ويندو هنتكلم المرة دي على طريقة ابسط وهنلاقيها هي دي الطريقة الاكتر استخداما في الماكينات البسيطة وهي طريقة كومنت ويندو علشان الصورة توضح هنفترض ان دي مكينة اص وراء الارم اللي هستخدمه هو دور اوبن لما الباب يفتح هلاقي الرسالة دي ظهرت على الشاشة ظاهر على الرسالة مع التاريخ بتاعها والكومنت اللي هو هنا لو دوسنا على الرسالة دي هتحولنا على على صفحة الارم ومش هتروح الرسالة الا لو الارم اختفى تعالا نشوف هنعملها ازاي نبصه بصة سايعة كده على برنامج جيكس وورك السنسور اللي على الباب انا مدي له ام زيره هو مدي الارم ام عشرة نروح لبرنامج الشاشة ونعمل السويتش اللي هيحل محل السنسور اللي على الباب ونربطه بالام زيره نروح البروجيكت الارم الارم ونعمل سك على يوز الارم ونروح بعدها للديسبيلي طيب هلاقي اللي في نوعين الفيكسد والفلو الفيكسد لو نعايز الرسالة تظهر لي سابتة والفلو لو نعايزها تظهر لي متحركة هنلاقي بعدها التوتش مود وده اللي بيحدد لي ايه اللي هيحصل لما ادوس على الرسالة النون مش يحصل حاجة ولاسكرين سويتشنج دي اللي هتخلي الشاشة المفتوحة وقت ظهور الالارم تنقل لا يشاشة انا ههههددها في نوعين من الشاشات الوفرلاب ويندوو والبزيس كرين احنا هنا هنستخدم البزيس كرين ونستخدمها مع الالارم مع الشاشة الالارم نروح الوزر الارم ونقوله لو انا هختر واحد جديد انما هنه هشتغل بالوقت على لكن تعمله وهكتب اسم الالارم بتاعي اللي هو دور از اوبن في الالارميني وبعدين هروح للديفايس علشان اربط الالارم بالديفايس بتاعي اللي هو هنا اما عشرة. هكتب الكومنت اللي هو شيك دور اللي هيزهر لي مع مع الرسالة. وهختار الديتا التسبيلي. ديتيل تسبيلي كومنت ويندو. كده اما انا هروح اعمل سيميوليشن هتظهر بالشكل اللي ظهر في اول الفيديو. اتمنى يكون الفيديو مفيد وبسيط واستنوني ان شاء الله في فيديوها التانية.